السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله نحل مع بعض تيست 3 بيست اون يونت 3 اول حاجة نبدأ بتشوز طبعا رقم واحد بيقول اي او ان سبيس از ابوك ذات كنتينز فاكتز اباوت ماني سوبجيكتز الاجابة هتكون انسايكلوبيديا يعني الانسايكلوبيديا طبعا هتاخد ان انسايكلوبيديا اللي الموسوعة الحرة هي كتاب والذي ذات يحتوي كنتينز فاكتز يحتوي على حقائق عن العديد من المواضيع والكثير من المواضيع تمام رقم اتنين يبقى الاجابة في وعد احنا قلنا الوعد يبقى وين له المصدر انا مرتبتش حقرتي لسه بس هوعد او وعدك اني ارتبها بعض الدور رقم ثلاثة يعني نحن نحاول ان نعيد تصنيع ريسايكل تمام الورق والبلاستيك والبطريات لكي نساعد بيئتنا رقم اربعة خلي بالك واضحة شيء على وشك الحدوث يبقى نيجل رقم خمسة مستر ياسر عنده كتب مالها بقى باغلفة ورقية يبقى بيبور باكس ازوال از بالاضافة الى هارد باكس يعني كتب الغلاف بتاعها سميك رقم ستة الوقت ده الاسبوع اللي جاي يبقى على طول مستقبل مستمر يبقى والمعنى سليم يبقى خلاص مستقبل مستمر رقم سبعة يبقى ما تلمسك الكمبيوتر انا بنزل اغاني للامبي ثري بلاير رقم تمانية انا بالفعل قلتلك ليه مش هقدر اشوفك بكرة يبقى في حاجة مترعتب لها يبقى مضارع مستمر يبقى نخلي بالنا هنا هاف عادي جدا تبنى للاستمرار بعكس هاف اللي معناها يملك تمام لانه مش يملك ضيوف جستس يعنى ضيوف لانه قصده يعنى يستضيف ضيوف تمام رقم تسعة طارق سبيس هز وايت شيرت سو دا كولارز دونت لوك غري الاجابة تبقى بليتشز يعنى يبيض يبقى طارق بيبيض هز وايت شيرت سو دا كولارز بيبيضهم ليه بقى عشان الكولارز اللي قاط اللي يعنى لا تبدو رمادي من كتر الغسيل كده بيبقى لونها ايه غري رقم عشرة هو هيقول لي التفاصيل بعد ما يقابل يقابل على طول يبقى اللي هو الروابط اللي مستقبل ومدرع بسيط he meets يبقى after he meets the boss he will tell me the details كمان احنا ممكن كنا نجاوب هز met تمام لكن مش هيجيب اللي اتنين في اختياري لان اللي اتنين صح تماما مية في المئة نيجي بقى الرقم 11 this chemical formula will space all kinds of stains even old ones but this chemical formula will remove التركيبة الكميائية دي ما الها بقى هتزيل اي نوع بقى حتى لو أديمه رقم 12 it's strange it's strange that when we get to Sydney we space have a way around the world يعني من الغريب ان احنا لو وصلنا لغاية سيدني هنكون قد حلقنا او يعني معناها عدينا نص العالم يعني يبقى قد يبقى خلاص كده وخلصنا الحاجة انتهينا يبقى في المستقبل يبقى مستقبل تالي تمام يبقى من غريب ان احنا حاجة غريبة ان ان انت لو وصلت سيدني في استراليا انت ستكون كده تقريبا خلصت نص الطريق حول العالم تمام يبقى مستقبل تالي رقم 13 a or an space book is a book published to be read on the computer or on the internet يبقى الالكترونيك بوك الكتاب الالكتروني يبقى an an electronic book هو كتاب is published or published to be read يعني ايه بقى تم نشره ليقرأ على الكمبيوتر او الانترنت رقم 14 the museum space at 10 tomorrow morning as usual يبقى على طول دي جدوى الموعيد يبقى opens يبقى المتحف بيفتح 10 بكرة كالعادة رقم 15 to get coffee put your money in the machine and space the green button يبقى لكي تحصل على القهوة put your money ضع مالك في ضع فلوس يعني حط فلوس في الآلة وهي تنزل لك ايه بقى اهوة and press واضغط على the green button الزرارة الاخضر رقم 16 ايه بيقول يعني واحد كده بيقول chicken or meet madame طبعا واضح جدا انه waiter او waitress الجرسون بيقول chicken or meet madame فطبعا اكيد قرار سريع وهي قعدة فتقول I'll have me please ساتناول ايه اللي احمل وسمعت طيب هنا طبعا قرار سريع لانه خيارها ما بين chicken وميت رقم سبعتاشر it's expected that printing would become part of space in a few years من المتوقع ان تكون الطبع جزء من التاريخ in a part of history في خلال سنوات قلال 18 I am buying flower flower اللي هو الدقيق and eggs because I am going to make a cake تمام كده طب واحد يقول لي يا مستر ما هو فيه ترتيب اهو انا بشتري بالفعل حاجات يبقى اكيد مضارعة مستمرة ما المشكلة مش موجود مضارعة مستمرة يعني لو كان فيه I'm making can tell اصح تمام وبالتالي بخش على الاحتمال البعد واللي هو التخطيط او I am going to make a cake 19 this cinema has a special offer they will call the viewers as soon as tickets are available سهلة جدا يبقى السينما دي لديها عرض خاص هيتصلوا بقى بال viewers الناس المشاهدون او المشاهدين بمجرد ما التكيتز تبقى متاحة التزاك تبقى متاحة Available يعني يمكن تلاشيها او يمكن تجنبها رقم 20 ريهام مش مش هتقدر تشوف اصحابها في اجازة اخر اسبوع لانها خلي بالك از هنا تساوي because بالزبط لانها ما لها بقى is visiting relatives بتزور عريب تمام يبقى هنا مضارع مستمر الموضوع مترتب له خالص والدليل انه مش هتقدر تشوف صاحبتها خلاص مرتبها الموضوع يبقى مضارع مستمر دايما جملة مش قادر عشان كذا او على طول الناحية التانية ايه مستقبل مستمر او مضارع مستمر رقم 21 حاجات كده شبه cylinder يعني دائرة كده cylinder تمام وقط من الخشب او المتال المعدن وممكن تتلف over and over يبقى كيد البقرة يبقى يبقى ايه مفروض roller تمام كده رقم 22 the match نقط at 7.30 don't call me at the time المatch هيبدأ الساعة كذا كذا يبقى ايه على طول جدول موعيد يبقى start طيب رقم 23 for making pottery workers make a space of water clay and a little dried grass يعني اللي صناعة الفخار عشان نسمع فخار اللي عمال بيعملوا ايه make a mixture يصنعونه مزيجا من المياه والطامي والقليل من الحشائش او العشب بالايه المجفف رقم 24 when he finishes his course لما لما يخلص المقرر بتاعه he thinks هو يعتقد he طبعا هنقول على طول في زمن مستقبل طب انا عندي اتنين مستقبل will تمام هنشوف الفرق في المعنى two thousand new english words طيب احنا هنقولها كده بالعربي بساطة كده لما هو يخلص مقرر هو بيعتقد انه يكون خلص الفين كلمة جديدة واضحة كده هيكون خلص يبقى مستقبل تام خلص هيكون خلص يبقى الاقوى مستقبل تام طيب واحد يقول لي يا مستر طب هو قولها will learn هيتعلم طب نترجم كده when he finishes his course لما يخلص المقرر بتاعه هو يعتقد انه هو هيتعلم الفين كلمة آآ انجليزي جديدة مين الاقوى من المنطقية will have learned هيكون اتعلم هيكون اتعلم الفين كلمة تمام مش هيتعلم الفين كلمة وكلمة الفين هي اللي تثبت لي الايجابة الاقوى will have learned لانه ايه يبقى كده محدد كم كلمة هيتعلمها لما يكون خلص الكورس ده طيب رقم خمسة وعشرين حاجة صغيرة كده او قلة بتساعدك في اداء شيء اللي هي الجاجت تمام جاجت اداء صغيرة رقم ستة وعشرين he space in an hour he has arranged it with his boss يبقى هو هيغادر في خلال ساعة ده رتب الكلام ده مع المدير بتاعه رتب يبقى فيه ترتيب يبقى مضارع مستمر يبقى is leaving رقم سبعة وعشرين the plane space speed as it approached the airport الطائرة ملهبة reduced يعني قلالت الليلة من السرعة as it approached لانها وصلت ايه او خلصت نظافة البيت من اا اوله الاخره يبقى هكون خلصت يبقى اقوى اا اجابة ومنطقية في ايه من خلال الترجمة يعني هتبقى ايه مستقبل تام will have cleaned تمام لو ترجمت الباقي ممكن ممكن في اتنين مسلا او واحدة تمشي ولكن انا بتكلم هنا عن الاجابة الاقوى والمنطقية تمام يعني لو ترجمنا قبل موصل البيت انا هنظف البيت من اوله الاخره قبل ما انتا سوري قبل ما انتا توصل البيت هنظف البيت من اوله الاخره يعني هنا مش منطقية يعني هيبدأ نظافها لما هو يوصل ازاي بقى هينظف ازاي يبقى لا صح انه قبل ما يوصل تمام او will be cleaning يبقى قبل ما انتا توصل البيت هكون عمالة نظف من اوله الاخره طب ازاي من اول الاخره وعمالة نظف من اوله الاخره يبقى الاقوى مين هكون نظفت البيت من اوله الاخره تمام يبقى النوعية دي من الأسئلة لما تجيلك في الامتحان هتجاوب الإجابة المنطقية والمتدولة ما بيننا والأقصر قوة والمشي مع السياق تمام نيجي بقى لآخر اتنين في الاختياري رقم 29 بيقول أعتقد اللي انت قلته لي عن مازن إنه ولد جيد يبقى أعتقد اللي انت قلته ده مجرد كلام كذب يبقى is a lie خلي بالك يعني كذب لكن lie كذبة أو فعل يكذب طيب رقم 30 according to the schedule schedule the American لكلمة time table يعني الاثنين واحد تمام بس واحدة American واحدة bridge طبقا للجدول أو جدول الموعيد يعني هم ريحك جدا يبقى leaves تمام كده نيجي بقى القطعة أنا هقرأ القطعة سريعا وأي كلمة جديدة أقول لكم معنا إن شاء الله reading stimulates your mind stimulates يعني تحفز it is like a work out for your brain your brain يعني كأنها بمثابة الشغل بالنسبة العقلك when people get old their muscles begin to deteriorate لما نستكبر في السن العضلات بتاعتهم المسل تبدأ في deteriorate أن تتدهور أو تتراهل تمام they get weaker and their strength leaves them سيصبحوا أكثر ضعفا and their strength وقواهم leaves them ستتركهم exercise can prevent this loss التمارين ممكن تمنع سعادة the same thing happens to people's brains نفس الشيء بيحصل ليعقول الناس when they get older لما بيكبروا brain power and speed decline with age قوة العقل وسرعته decline تتضاعف with age مع مرور العمر reading strengthens your brain القراءة تقوي عقلك and prevents these declines وتمنع هذه التدهورات أو انخفاضات تمام reading can make you a more powerful person you can learn to do new things by reading do you want to make video games do you want to design clothing تصمم يعني reading can teach you all this and more التعليم أو القراءة بتعلمك أكتر كل ده أو أكتر read everything that you can at school اقرأ أي حاجة بقت قبلك في المدرسة whether it is interesting or not سواء كانت شيقة أو ممتعة أو لا reading expands your vocabulary expands يعني توسع من الايه؟ بتزود حصيلة اللغويات أو الكلمات اللي عندك even حتى a boring text حتى النص الممل can teach you new words having a larger vocabulary will help you better express yourself ان يكون معاك كلمات أكتر أو مفردات أكتر بتساعدك ان انت تعبر عن نفسك بطريقة أفضل you will be able to speak write and think more intelligently أكثر زكاءً what's boring about that؟ ايه بقى الممل في الموضوع ده؟ do not just discount text discount هنا معناها يهمل أو يغفل زي ignore كده متغفلش نص بقى because it is unfamiliar to you عشان ده غير انت مش متعود عليه غير مألوف بالنسبة لك each time you read كل وقت أو كل مرة يعني كل مرة تقرأ فيها you are exposed to new ideas and perspectives exposed يعني معرض معرض لأفكار جديدة و perspectives وجهة نظر جديدة reading can change the way that you understand the world القراءة هتغير الطريقة الليمتب تفهم بها العالم it can give you a broader perspective a broader perspective يعني وجهة نظر أعم وأشمل أو أوسع broader جاي من broad يعني واسع on things على الأشياء it can make you wordlier wordlier كم ت wordlier يعني خبير بالدنيا بشؤون الناس وأحوالهم you can learn how people live in faraway places you can learn about cultures different from your own reading is good for your state of mind حالة العقل state of mind حالة العقل تمام it has a calming effect يعني تأثير مريح تأثير كلمة calm يعني يهدأ أو هدوء هنا بقى يبقى تأثير هدوء يبقى في هدوء كده it can lower your stress تقلل من الضغط من أو مستويات الضغط and help you relax وتستعدك أو تساعدك في الاسترخاء إنك تسترخي you can escape from your troubles تقدر تهرب من المتاعب بتاعتك for a moment ولو لحظة when you read أو في لحظة أنك تقرأ and it's a positive escape وهذا هروب إيجابي the benefits of reading cannot be counted إن المنافع بتاعت القراءة لا يمكن عدوها so do yourself a favor عشان كده قدم لنفسك أو اعمل لنفسك favor يعني معروف يعني قدم لنفسك صنيع أو معروف the next time you get a reading assignment المرة الجاية اللي تاخد فيها واجب قراءة take as much as you can from it خد اللي تقدر عليه منه squeeze it عصره بقى for every drop ونزل منه أي قطرة كل قطرة من المعرفة والتي يحتويها that it contains then move on to the next one ثم استكمل واستطرد في القادم أي حاجة تجيلك بعد كده تتعلق بالقراءة تمام كده قطة يعني لذيذة وإنجويابل كده فيها بعض الكلمات ياريت ندونها على جام كده عشان نحفظها عشان تساعدنا في الحال نيجي بقى الرقم واحد يقول what effect does reading do to the mind ايه التأثير اللي القراءة بتعمله للعقل يترى destruction التدمير deterioration التدهور stimulation التحفيز pollution التلوث واضحة stimulation رقم 2 what prevents طبعنا عرفتها ازاي stimulation ممكن طالب ما يكونش عارفها هو اصلا اول جملة بيقول ايه؟ بيقول reading stimulates your mind يبقى stimulation يبقى حاجة كويس ده الاسم منه stimulate يحفظ what prevents the deterioration of the muscles ايه اللي بيمنع تدهور التدهور او التراهل بتاع العضلات احنا قلنا الايه بقى؟ الاكسرسيز التمارين تمام؟ لكن reading بيعمل prevents deterioration of mind لكن ده muscles are a lot تمام؟ يبقى اكسرسيز رقم 3 what do you think the underlined word perspectives means؟ احنا شرحنا كلمة perspectives يعني وديها تنظر اللي هي view points view points احنا طيب يا مصر واحد مش عارف يعني معاني او معنى كلمة perspectives ببساطة تاخد products troubles loss يعني خسارة troubles مشاكل او متاع products منتجات حطها مكان perspective هتلاقيها مش لايقة خالص واضحيات يبقى ما قداميش غير view points والمفروض انت طالب سنوي يعني عارف يعني view points وي هتنظر فانت تحط view points مكان perspective هتلاقيها مشيها في الصياق رقم 14 why does the author believe that reading is good for your mind state ليه المؤلف او الكاتب بتاع القطع يؤمن بان القراءة مفيدة للعقل او حالة العقل احنا تكلمنا عن الحتة دي لما قال ايه ان هي فيها calming effect to help you to relax which can lower your stress levels آه يبقى كلهم صح طب اجابت السؤال ده في اخر حتة قلناها اهيه تمام اهيه it has a calming effect it can lower your stress levels and help you relax يبقى كل الاجابات صح نيجي الرقم 5 بيقول which best expresses the author's main purpose in writing this text ايه افضل جملة من الاربعة دول بيعبروا او تعبر عن رأي او الهدف الرئيسي للكاتب طبعا احنا تكلمنا عن القطعة كان بدأ فقال reading stimulates your mind وقال لك اقرأ ايه كل حاجة في المدرسة والكان يبقى بيتكلم عن ايه عن القراءة بالنسبة للطالب واضحة جدا دي اقوى حاجة نشوف لو في حاجة اقوى منها يعني هو بيعلم الناس ازاي يصبحوا قراءة لها مبتكلمش عن كل الناس هنا ده هو خاص مين بقى خاص الطلاب في الموضوع ده برضو مبتكلمش عن الناس عموما برضو مبتكلمش عن كل القراءة يبقى الاجابة الصح بيقنع الطلاب ازاي او انهم يعملوا عمل reading بتاعهم تمام فبيديلهم امثلة جميلة ان القراءة ديها فوائد كترة جدا وبالتالي دي عملية اقناع بني جي بقى الرقم ستة ليس احد العناصر الرئيسية او النقاط الرئيسية للكاتب طبعا دي من النقاط الموجودة في القطعة يبقى غلط احنا محتاجين حاجة مش موجودة في القطعة reading is a relaxing activity with positive mental side effects ايوه لما قال helps you to relax و calming effect والكام ده كله يبقى كانت موجودة reading helps you perform on tests على الاختبارات والامتحانات وكده هو ما تكلمش عنها خالص يبقى هي دي الصح تمام هو تكلم عن انك بتحفظ كلامات كتير والكام ده كله لكن ما تكلمش انك بتساعدك في انك تحل امتحانات او اختبارات نتأكد برضو reading keeps your mind in shape and prevents losses due to age ايوه اتكلم عنها في اول القطع يبقى الاجابة c تمام نيجي بقى للاسئلة النقضية number seven بيقول give a suitable title to the passage طبعا هنقول reading مثلا او مثلا reading is good for students او رقم تمانية in the second paragraph how can you learn amazing things and become a better person by reading طبعا هو وضح للاجابة جدا فين في الساكن بارغراف تعال نشوفوا كده اهو ادي الساكن بارغراف اهو من اول هنا يبقى تقوى من اول هنا يبقى تقوى من اول هنا you can learn to do new things by reading تمام مثلا we can make video games design clothes reading can teach us all this and more تمام دي الاجابة بكل بساطة رقم تسحب يقول why is reading a boring text considered useful to the readers هو قال انه ممكن كمان تقرأ ايه نص ممل ولكن ده هيزود حصلتك اللغوية في الكلمات الكلام ده كله يبقى نقول مثلا the reader can gain larger vocabulary he or she will be able to speak right and think more intelligently بالنص كده موجودة في القطعة تمام رقم عشرة بيقول how can reading make you wordlier wordlier طبعا كلمة wordlier زكرت اللي هو خبير بشؤون الناس زكرت بالنص فوق في القطعة اهي كلمة wordlier بتخليك خبير بشؤون الناس يبقى تقول من اول هنا الاجابة it can give you a broader perspective on things طبعا تشيل الجملة دي you can with camel you can learn how people live in far away places you can learn about cultures different from your own كل دي الاجابة طبعا نيك يبقى للقصة the novel the prisoner of zinda number one what does the king do when he first sees rasindal الملك عمل ايه لما شاف rasindal احنا فاكرين انه لما شافه he was amazed كان مزهول تمام يبقى he stands still in astonishment astonishment يعني ايه زهول تمام رقم اثنين where do rasindal and the king eat dinner at the hunting lodge احنا قلنا ان هما كلوا دينار ولما كان الملك بيأكل بسرعة بقوا كده بيأكل كتير كان في الhunting lodge بتاع من الدوق مايكل رقم ثلاثة what does rasindal notice about the king during dinner احنا قلنا he eats too much بيأكل كتير تمام طيب who asked joseph to give the king the cake at the end of the meal مين اللي طلب من joseph انه يقدم للملك كيكة احنا قلنا دوب مايكل تمام كده نيجي بقى لي الاسئلة النقدية رقم واحد بيقول do you agree with sapt and fred's opinion that rasindal shouldn't go to or straight so why هل بتوافق هل توافق على رأي سابتو فريدز اني راسندل مفروض مايروحش still so and why طبعا اكيد بالتأكيد agree ليه بقى لانه اللي اكنين شبه بعض because rasindal and the king were alike were alike انه شبه بعض بالضبط تمام and there would be and there would be ايه بقى problems هيبقى في بقى مشاكل problems ليه بقى هيبقى نفس الشبه وكده if rasindal win to straight so طيب رقم اثنين بقى بيقول if you were rasindal لو انت مكان rasindal would you accept the king's invitation to dinner why هتقبل دعوة الملك للغدا او العشاء هنا بقى why لو انت مكان وتعمل ليه بقى هوافق طبعا if i were rasindal لوان rasindal i'd accept the king's invitation ليه بقى as the king was a good person and hospitable يبقى نقول الاجابة هنا مثلا because the king was a good person شخص اه جيد a good person and hospitable hospitable يعني بيكرم ضيوفه تمام طيب رقم ثلاثة what do you think of sept and fred's behavior of not eating much ايه رأيك في سلوك انهم ما بيقلوش كتير طبعا دي حاجة كويسة لانهم wise لانهم wise enough not to eat much wise يعني ايه حكيم لانهم حكمة عندهم حكمة تمام as they had to get up early لازم يصحوا بدري get up early واللي بيصحى بدري لازم ايه get up early تمام تمام لازم يأكل قليل تمام نيجي بقى للديالوج finish the following dialogue احمد and شادي are talking about success in life بيتكلموا عن النجاح في الحياة هايبدأ احمد بالكلام بيقول what success did you achieve in your life شادي ايه النجاح اللي حققته في حياتك يا شادي فقال له شادي اكيد طبعا من عدي السنوية العامة passing the secondary certificate with high marks بدرجات عالية was a huge success for me وده كان نجاح هائل بالنسبة لي فكان في سؤال من احمد اجابته i got it two years ago يبقى السؤال في الموضل البسيط امتى حصلت عليها يبقى when did you get it تمام كده i got it two years ago was it hard to get the success هل كان من الصعب الحصول على هذا النجاح يعني هتقول sure او yes of course مثلا yes of course وكمل وقال since i wasn't good at all subjects بسبب هنا طبعا since لاني بسبب أو لاني ما كنت الشاطر في كل المواد how did you get that success ازاي حصلت علي هذا النجاح فقال جملة وقال i just stopped when i felt a new everything انا بس وقفت لما حسيت ان عارف كل حاجة يبقى انا فضلت اذاكر على طول يبقى i kept studying all the time مثلا studying all the time او اي اجابة منطقية بنفس المعنى تمشي معنا احمد سأل سؤال اجابته i was over the moon then يعني كان شعورك ايه ساعتها يبقى how did you feel then شعرت بايه ساعتها قال i was over the moon خدت مبسوط جدا i was looking forward to university life كان في سؤال من احمد اجابت بالطبع هم كانوا خلي بالك من كمية they were اكيد السؤال بيبقى ايه beware وحاجة مكان they مين بقى اللي ممكن نقول هل كانوا كذا اه يبقى عيلتك كانت هل كانت عيلتك يبقى where all your family your family happy كانوا سعداء for you مثلا عشانك فقال of course they were they gave me rewards to كمان ادوني مكافئات what is your طبعا انا كنت قرأت المحاتس زي ما كلكم عارفين عشان كده عرفت انه عيلته واضح من كلمة ادوني جوايز طبعا ممكن كمان حد يسأل سؤال تاني يقول مثلا where all your teachers happy هي هي لكن احنا هنتكلم عن العيلة افضل يعني اللي هيبقى مبسوط اكتر العيلة احمد قال what is your key to success ايه مفتاحك للنجاح فاحما او شادي جاوب قال حاجة وبعد كده just work hard يعني فقط اشتغل بجد and try your best واعمل اللي عليك everything good كل حاجة كويسة will come to you هتجيلك لوحدة يبقى نقول مثلا it's simple يعني قصده بيقول الموضوع بسيط جدا بس اعمل اللي عليك يبقى it's simple بس اعمل اللي عليك واشتغل وكل حاجة هتجيلك بغاية عندك نيجي بقى ليه number one the advantages and disadvantages of ebooks مميزات وعيوب الكتب الالكترونية ده اللي هنتكلم عنه او انا جايب لكم paragraph جاهز وهقرأ اهلكم كده عشان يزود المعلومات عندكم والافكار رقم اتنين انا بالفعل عملته اللي هو reading عن children and young people وكده في الفيديو الاخير تمام القبل ده طيب نجيب بقى الناس او اكثرها شهرة people used to read traditional books يعني الكتب التقريبية they used to hold it اعتادوا انه يمسكوا او يمسك الكتب دي بأيديهم feel it يشعروا بها and carry them they find a big pleasure in doing so بيلقوا متعة كبيرة في فعل هذا now people turn to benefit from modern technology دلوقتي الناس بايت مستفيدة عجزة تستفاد من التكنولوجيا الحديثة they can find any book they want on the internet يقدروا يلقوا اي كتاب على الانترنت محتاجينو they can download them and read them later يقدروا ينزلوا وكمان يقرؤوا بعدين some people believe that بعض الناس يؤمن بان الكتب الالكتروني electronic books will replace ستستبدل traditional books الكتب التقل دي in my point of view طبعا دي تعبير جميل ممكن نستخدمه في البرغراف in my point of view يعني في وجهة نظري او من وجهة نظري بتساوي بالظبط in my opinion I don't think so انا لا اعتقد هذا لأسباب عديدة the first reason السبب الاول is that not many people can afford يعني مش كل الناس تقدر تتحمل نفقة انها تشتري afford يعني تحمل نفقة ان يشتري اي بقى a computer secondly the pleasure that people secondly المتعة اللي الناس بتلاقيها في holding حمل and feeling وشعور ب traditional books الكتب التقلدية will never go لن تذهب يعني مش هتمشي تمام كده يعني هو عاز يقنعنا بانه ايه في متعة في حمل الكتب التقلدية وكده people used to turn pages by using their hands الناس تعودت ان تقلب الصفح باديهم and they can underline the phrases وكمان يقدر يحطوا خط زي ما نبحط خط دلوقتي تحت ال phrases or sentences القومة او العبارة الهمة they like اللي بيحبوها besides بجانب كل هزا نعمل قومة هنا بقى they can carry traditional books anywhere يقدروا كمان يشيلوا الكتب التقلدية الاديمة دي anywhere في اي مكان and read them at any time ويقرؤوهم في اي وقت to sum up حتى نلخص أو حتى ننتهي من الحديث I don't think e-books will never replace traditional books لا اعتقد ان الكتب الالكترونية ستحل محل الكتب التقلدية تمام؟ دا كان البراغراف عن advantages and disadvantages of e-books طبعا في افكار تانية كتير جدا بس انا بساعدكم كده وبجيب لكم paragraph كل شوية بحيث يزود المعلومات والافكار عندكم ان شاء الله لكن البراغراف الامتحان هيبقى سهلة جدا هي افكار بتجيلك وتكتب عنها المهم الخط الجميل علامة الترقيم الصح الازمنة السليمة استخدام عبارات زي secondly in my point of view والحاجات دي كلها هتحل معاك البراغراف ويكون البراغراف في مقدمة وفي خاتمة وفي جملة افتتاحية ويكون منمق ويكون متسق مع بعضه البعض ويكونش ايه نظام اي كلام فاي كلام تمام اخر حاجة معايا النهاردة الترجمة نبدأ بالترجمة للغة العربية رقم واحد by 2020 the government will have finished most of the new capital يبقى بحلول عام 2020 فان الحكومة ستكون قد انتهت من معظم العاصمة الادارية تمام رقم اثنين بعض الناس يجدل ان او يؤمن ان ممكن الترجمة هيؤمن ان هم يفقدون المتعة لما يقرؤوا على الايبوكس يعني بعض الناس يعتقد ان او انهم يفقدون يفقدون المتعة عند قراءة الكتب الالكترونية تمام نيجي بقى ل الانجليزية رقم واحد بالرغم من ان قراءة الصحف على الانترنت اسهل الا الا انني مفيش فاين الا انني افضل قراءة الصحف التقليدية بالرغم من اسمها although او despite although بالرغم من بالرغم من قراءة الصحف على الانترنت اسهل يبقى although reading online على طول reading online يبقى القراءة على الانترنت تمام او reading news online او reading newspaper online is ها easy او easier على اساس اسهل يبقى نقول easier مثلا تمام لكن صح is easy واعمل كمة طبعا لما اقول although كلمة الا ان مفيش فا العربي اللي هترجمها يبقى اللي هي القمة بس وابدا اقول جملة عادية من انني افضل قراءة الصحف التقليدية i prefer انا افضل prefer to read and اقرأ traditional newspaper تمام newspapers رقم اثنين ساهمت صناعة الورق والطباع في نقل الفكر والابتكار الانساني للاجيال اللاحقة يعني هنقول صناعة الورق والطباع ساهمت يبقى او نقول paper making في ناس ممكن تقولك industry صناعة بس افضل paper making صناعة الورق تمام and printing والطباع ملهبة ساهمت فيه احنا نقول التعبير اللي احنا حافظين على الطول contribute to contribute to تساهم فيه يعني نقل الفكر يبقى moving الفكر يبقى moving thought الفكر تمام والابتكار الانساني and human creativity human innovation الذي تنصح creativity تمام الابتكار الانساني او innovation ابتكار بردو الى الاجيال القادمة الى الاجيال القادمة يبقى to the next generations يعني الامتحان الامتحان اشترك 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 اشترك